لم يسمع واحد من أعيان الفاشر القعدات الكبيرة في الفاشر وهو رجل ذو تعابير عذبة وذو لسان ضرب والتلوش هايف تاني حضر القانون بتاع 2004 اللي بيحضر السلاح أو بيحضر استخدام السلاح أو دخول السلاح إلى الفاشر وأنا أخشى عليكم من هذا من هذا القرار فقال لي أخوي هو البكاتل ما السلاح قال ليه هو البكاتل السلاح زوان الفاشر قال ليه العتاد والسلاح الموجود عند المتمردين ديه لو هو بيحقق الانتصار قال ليه بجي سلامنا اللي بتقوله ده يكتب زي ما دار يكتب لكن بيقدروا يحضروا رجالنا فراستنا دي بيقدروا يحضروا رجالتنا وحماسنا وقسمنا نحن أقسمناه لأهلنا ولنساءنا ولبناتنا بيحضروا وهو بيقول ليه في الكلام ده أنا حقيقة يعني أثرتني طريقة 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 الطريقة الإجابة يعني والمنهج الذي أراد أن أن يجيب به فقال ليه الخواجات دي اللي يسووا سواته نحن نسوي سواتنا ونحن أصل نحن ما بنشتكي قال ليت الأفندية دي نطلعوا في الإعلام قولوا كلامنا الدار تقولوا نحن سواته بنسوافل وعطادي بنسوافل والقصة دي قال ليه الناس العالمي يشوفها بيان بالعمل في النهاية قال ليه الخواجات تبقى نعينا وخدر دي يكتبوا ويمسحوا ونحن بنكتب ونمسح ونحن كتابتنا ومسيحينا ده أصله ما بتنقلوا ينقلوا الطير ده يشوفوا الناس كده في الهواء قال ليه جسس المتمردين دي نجرها لهم كده بعد ذا يكون سواتهم يعرفوا يكتبوا ولا يقروا قال ليه المؤامرة دي قال ليه ما هو أصله أصله بيحصل علينا دا مؤامرة والقرار بتاعته تجديد حضرة السلاح اللي انت يفترض القرار دي انت ما المفروض يكون بالصيغة دي اللي هو يفترض انك انت تدين الدول القاعد تدخل السلاح للمتمردين دا القرار يفترض تكون الصيغة بتاعته كده انت ماشي كانت دار تعمل لك بريطانيا والإمارات كانت دار يعملوا قرار يحضروا فيه السلاح في كل السودان السودان المستهدف بالمرتزغة والمتمردين التشاديين ومن افريقيا الوسطى والنيوير والقرناصين العثيوبين وكده السودان بدل ما ان تحاكم الجهات اللي قاعد داخل السلاح الى السودان يحضر استخدام السلاح في الخرطوم وفي بورسودان وفي كسلة وفي القطارف وفي عطبرة وفي شندي فقال ليه العالم داخل هو مؤامراته دي ما وقفت ونحن بسالتنا اللي ما بتكمل قال لي وفي النهاية القصة اللي عندنا هميس بتقيف فيه نحن الفاشر اللي ما بنسقطها إلا تراغى ضر الله لكن نحن والله العالم يشوف مننا ان رجالة لما يفتع عينه وده الغريب الكلام ده اميس يعني صباحا نحن متكلم اميس انا ما كنت متجه بجهز في حلقة لقناة أخرى فقلنا منتكلم الكلام ده فقلت له قال لي الراجل في الخواجات دي ونحن نحن كلامنا في المدان ما بالسلع نحن كلامنا في المدان برجالنا وبأولادنا وبضرعاتنا نحن البحم الفاشر وبإذن الله سبحانه تعالى من الفاشر نحقق انتصالاتنا ما قعدين نشل لنا سلاح من مخزن خواجات ولا قعدين نشل لنا سلاح من نأكل لنا من طيارة بتاعة بتاعة الفاشر دي محاصلة لا فترة طويلة جدا وبتدول لا فترة طويلة جدا وبتهاجم لها فترة طويلة جدا والعالم الصدئة الأيد الصدئة في العالم ما فتأت إنها تحيك المؤامرات وتسعى لإسقاط السلاح من أيد أبناء الفاشر ولكن ها هي الفاشر تنتصر وبالتالي نحن دار نقول إنه طريقة لانتصار ده البنتصر ده ما بتلفت والله المبعوثة الأمريكية قال شنه والمبعوثة الإماراتي قال شنه ما بنتصر ده بعين اللي رقبته دي بعين اللي المروه وبينجنبينه ده بعين اللي فراسته وبعين اللي رجعته وبعين اللي كده والآن الفاشر تقدم هذا الدرس يعني